الآن فيه من الأطباء دائما قلوها وعندنا كذلك عينة ممرر من نعين تيموشن سيتدخل معنا بعدها قليل فيه أطباء عندهم ثلث أشهر أربع أشهر ما غادروش المستشفى قحر وعملوا لي ساعات وساعات طويلة وصهروا من أجل فقط المريض يتعافى يعني هذه التضحيات فيه أشخاص كذلك نعرفوهم نعيشوا في المجتمع الجزائري ما شفوش والديهم ما شفوش ولادهم ما شفوش زوجاتهم أكيد أستاذ بطبيعة الحال كما رأنا نشوف فيها أنا عندي أصدقاء وزملاء ممكن أنا منيش في مواجهة الفيروس بصفة المهنة التاعي لكن عندي زملاء اللي عندهم خمس شهور كاللي ما شافش زوجة تاعه كاللي ما شافش والديه كاللي ما احتضنش الأبناء تاعه يعني لهذا الطبيب هذا ولا 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 الممرض ولا التاقم شبه طبي ولا ولا حتى كن روحنا هذا روح حتى على أعوال الأمن ولا كل إنسان راهه في صفوف الأولى راههم ضحي بأمور كثيرة بزيف يعني التحيات ليهم وربي وفقهم وربي إن شاء الله يكون في العاون ونكونوا كشعب ولا كمواطنين ونكونوا جدا المسؤولية هذه ونعرفو شنة تضحيات الجسام اللي رام يقدموا فيها دون سفر ترجمة نانسي قنقر